بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور تكدس القمامة على جسر جامع الصغة بالعاصمة رابلس قامت شركة الخدمات العامة بمساعدة مواطنين تطوع لتنظيف الجسر والقيام بعملية الرش والتشجير للمنطقة المحيطة به الشارع بدأت أصبح كما كب مصغر في البلاد أي سيارة، أي بورتر، أي حاجة كسار، ما خلوا حاجة ما جبواها تنظيف مستمر 24 ساعة، بصراحة مكتب خدمات صغة جامعة مجسر معنا في الموضوع دائع بصراحة متعاونين معنا، لك احنا المنطقة ضررنا من القمامة هذه فحاولنا أن نأخذ بعض الأشجار بالتعاون مع جهاز حدايق نعطونا بعض الأشجار الزيناء وشرينا بعض الأشجار المتمرة على القل باش نعطونا نغير الفكرة أن هذا هو طريق عام معاش ما كبهنا، معاش في حاس ما قمامة تطع فيه في الطريق جسر جامعة السقع، مثال بسيط على العديد من الأماكن التي اقتضت بها القمامة عقب عيد الأضحى، نتيجة عدم وضعها في الأماكن المخصصة كان العمل مكتف في طريق الشط، وفي طريق 11 يونيو، وفي السبعة، وفي جامعة السقع كانت طبعا القمامة في فترة العيد تزيد بشكل غير عادي ولكن كانت الشركة مستعدة، مستعدات تام لهذا الموضوع عمليات رفع القمامة لم تقتصر على مكان بعينه بل تواصلت طيلة أيام العيد لإزالة ما تكدس منها في الأماكن العامة أنت تعرف مواطنين يعانوا من أزمات متكررة، كهرباء، ماء، سيولة والأزمة التي غير قابلة للصبر غير قابلة تحمل هي أزمة قمامة تصبر ناس على كل شيء، قال للقمامة بصراحة في شهر 8 أو درجة حرارة تصل 28، 28 درجة موية، لذلك كانت العمل مستمر طيلة 24 ساعة خلال ثلاثة أيام العيد والحمد لله بفضل من الله، وإنتم تبعت المواقع كلها ورغم رفع القمامة من الشوارع في مختلف مناطق العاصمة إلا أن الروائح الكريهة مازالت تملأ بعض شوارعها جراء تكدس مخلفات الأضاحي خلال الأيام الماضية بسبب رميها دون استخدام الأكياس الخاصة بها وهي ظاهرة لم تسلم منها حتى الشوارع الرئيسية في عاصمة البلاد اشتركوا في القناة